مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة عدالبيضاء وبالضبط من منطقة الامكانسة واحد القضية دينا اليوم هي واحد القضية شوية صعيبة للأسف شديد كي حصلوا فاغي الوالدين كيف ما كيقول الله يسمحنا من الوالدين خصوصا للأم أم مني كيدير لولد شي مشكيل اولا شي جريمة اولا شي مونتي في هاد المفهوم وكيمشيوا للسجن للوالدين هما اللي كيتمحنو اليوم قدمنا هاد الاب اللي مولدو طراله واحد المشكيل انها كان في حالة سكر وسب جارة ديالو هاد فعل غير مقبول بتاتا وما قبلوش حتى الاب ديالو ولي قال للناس سيروا جيبوا الدركة الملاكي الولدي لانها بطبيعة الحال انسان مسؤول وكيف ما غايبغي الولد داس وغايبغي ولد داس كما ما كيبغيش واحد يتهجم لي على بنتو را ما غايبغيش واحد يتهجم وخايكون ولدو ولكن للأسف شديد القضية الطورات من قضية السب والقدف والشتم الولد امشى بخمس سنين ديال الحبس الاب اليوم جابش يتسائل علاش ولدي خدا خمس سنين ديال الحبس وما تيقولش ولدو مضلوم ولكن كيقول ان ذاك شديد دارو ماشي ديال خمس سنين ديال الحبس خليوكم معنا نتعرفوا اكتر على الواقعة السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف بقيت يا شريف الحمد والله على عطية الله الحمد لله شنوقع بالضبط الواقعة اللي وقعت لالابن ديالي واحد اللي لا على الساعة التاسعة ونصف ليلاً فهو كان بحالة سكر داخل مع الزنقة كي مشتو الزنقة امامكم اللي فيها ربعات ديال البيبان باب حدا باب فالصيدة جارتنا حلت الباب لاحة تسطل واخا قبل من سطل ولدك كان عندو شي علاقة مع شديده كان بغي ياخدها قبل ما يتزوج قبل ما يتزوج بالرية اللي بنت جيرال الاخرين كان عندو علاقة ما باش يتزوج بها لكن ما كتابش ليهم عاود تزوج مرة اخرى فملي كي يسكر كي يسباوش لما نضب هذا الشي ماشي ماشي كان نشجعه على هذه المسائلة لكن يالي لأساب المشكل اللي تأسفت عليه وانا شخصياً اللي اتصلت بالدارك الملكي وفتحت ليهم الباب ديالي وطلعتهم تلعاً للدار وامرت الابن ديالي الله يوالي برحمة الله ركي عرفوا رجال الدارك ولمنطقة كاملة فدق عليه في البيت ديالي اخرج فالكلمة اللي غادي نقول الولدي انا قلت لي وانت هاد جا درمية فباش تعلم انت من الشجارات ديالك تساب معهم انت اللي قلت ليهم سروا ديكلاريو بيه يعني انت اللي بغيش ولدك ياخد العقاب دياله هم مبغوش يمشي ويشكي وقالوا لي يا ابو احمد حنا بكمي الاحترامات ليك احنا جيران قلت لا رغمت عليهم باش يمشي ويقدموا الشيكاية ديالهم ففعلا بغتيه يتعاقب ففعلا مشاو اه دارك من اللي جاو شاف البراد ووقفات طلع سد علينا الباب انا والام دياله والزوجة دياله والاخ دياله المرحوم والجيلان فالك والبنس فيالي الاسف الميستارة اللي انا طالعت عليها ديال السب والشتم مشي يالي تقدمت عند السيد واكل جلالك الملك بكامل احتراماتي ليه فاصبحت ميستارة فيها السيف وفيها السكين اللي من الحجم الكبير وفيها جوج الكلاب ديال مارين إلا scraping وفيها ولكن انت حضرة electrify الوقت physician لايمشي ودوه الدارك الملكي انا اللي فتح الباب مع الصباح كان ناعس هو we cannaisLo فبق عليه الاخ دياله والله يرحمه فاخرج قتلي مودي اللي عنده ديله هذه واللي عنده شويكم تديه له هذه الدوه هو فكان ناعس الدوه دوه انا فايقته مع الصباح مع العشرة ديال الصباح قدامي فيا للأسف الميستارة اللي قرأت هنا في السب والشتم ديال الجيلان فصبحت ميستارة أخرى اللي مقدم بها عند سيد وكيد الجيلات الماليك فش حال تحكم ولدك؟ بخمس سنوات ديال الشيجن كيف يوعقل اللي يصبح الشخص ما فيش حتى خمسين كيلو كيوزنها هذا السيف والسكين اللي من الحجم الكبير والكلاب ماني الواق وهاجم على الجارة وداخل عليها للبهو اللي هو المرح وطالع فوق منها كيمرزق لها في الحويج دياله فهذا الميستارة غليش والجارة ديالك دارت لكم تنازل؟ لا والجارة ديالك هاد الهضراء واش هاد الهضراء؟ والجارة ديالك كتقول انها مكيناش تقدر تقدم شي هذا وكتقول انها شي مكينش دارك حنا دارك هو واحد الجهاز كنحتارموه وكنقدروه وما كيكونش عنده عداوات شخصية او لحسابات شخصية ضييقة دارك كتدير خدمتهم داك شي لي كيقولوا ليهم المشتكى به في المحضر راكيت حتى الشريف واش هاد سيدة؟ قالت هاد الشي في المحضر واش مستعدة تقول انها ما قالتوش عند الدارك الملكي؟ لا ما نقدرش نحكم عليها واش غتقول ولا ما غتقولش انما يعلي الاساب؟ الوقت لي والدك تهجم على هاد الناس كنتي حاضر؟ انا واقف انا والام دياله والجيران ولوسا اللي هو والد عمه واقف قدام باب الدار فكيف ايو عقابل غادي يشوف مرتخوه اللي هي ابنت عمه داخل عليها والدي وفوق منه كيمزق لها في الحواج دياله وهي السيف وهي اذا نسبح الله شهدات شهدات الزور؟ هي حاملة وعلوشك الولادة واش هاد الجاني اللي في البطن دياله مسودي او لسقبل بيطه ارمي ما طاحم اللي هز عليا السيف وطالع فوق منه العبن ديالي لا يؤقل لا يؤقل باتات بصفة نهائية انا مشي ضب العقاب لولدي لكن انا ضب هاد الميسطرة اللي مشى بها بخمس سنوات ما دير فيها تاشي حاجة ودير اللي بالميسطرة بالليووكي يتعرض للمرات علاش هاد الناس المرات اللي ممشوش تبعو لعند ريجال ببرك الملكي فهنا ما يخفاش عليكم السكن العشوائي بالمكان سواحد فكيف كيقول المثال القديم عشرة ريال ديال الجوي كتبخر الدربي دا كاملة وخلي ما انت بغيت وجه نداء ديالك اليوم الشريف واش نوى نداء ديالك كنوجه نداء ديالي بكامل احترامة الدباط الدارك الملكي والسيد وكيل جلالة الملك باعادة النظر في هاد المسترق اللي ممشى بها الابن ديالي الابن ديالي بخمس سنوات كيف يوعقل بالسب والشتم والقذب باش يمشي بخمس سنوات مسترق اللي مدير فيه شي حاجة وبكامل احترامتي الدباط الدارك الملكي اللي من اللاريجيون بالدار بيدا حتى القيادة العليا فالبلاد ويل لا يلحم عند حكومة وعند السيدنا الله ينصره انا كنقول الواقع وكنقول الحقيقة وراجولي عودوا بالله من قلت انا لست قلبيس الحق بالباطل لست قلبيس الحق بالباطل فانا ماشي انا والدي انا اللي دخلت عليه جلالة درمية وانا اللي قلت له امامي لكن بس محل المسترق في السيوف انا نكون شخصي الرجل الدارك فيهاجبني شخص بالسيف وبالجنوي وبالكلاب فانطر تبكي امو ما تبكيش امو فانستعمل سناحة ديالي جوج قرطسة للكلاب وقرطسة فانشدوا متلبس بالحجة دياله وبالسيف وغادي حضروا ديك الساعة المسؤولين وغادي يصوروا الحديثة كما ونزينا شحال ديال الوقت بجدخل ولدك للسيجن هادي دياله سنة ونصف بنتي سنة ونصف استأنفت هو الحكم لا هو اللي استنف الحكم في الشيجن تبارك الله عليك الشريف عندك شي اضافة اخرى تبغيت تقولها دينا الاضافة ديالي اللي كان طلب اعادة النظر في هاد المسطرة اللي مشابهة ولدي وانا كان حتار ولدي مزوج عنده وليدات مزوج عنده زوجة وعنده ايب اللي عنده ربع سنين فانا كان حتارا الجهات وجميع القودات وجميع وكلاء جلالك الملك وجميع قودات التحقيق اللي بنحكمة الجنايات فادوك الناس ما كيضر متواحد ما كيتعدو انا كنقولها بكل صراحة ما شي كنسبغ ولا كنجيل ولا كنجامل فكنقول الواقع وكنقول الحقيقة بكامل احترامة الجميع القودات في الجميع المحاكم بالملكة المغربية منطان جد القويرة فاليوم انا ما شي كنأمر كنطلب وكنترجع وكنعود نقولها ونعود نقولها باللي صالفاصح انا كنطلب ما شي كنأمر كان طلب منه ومسؤول من الاريجيون الى القيادة العليا للدارك الملكي وبكامل احتراماتي لإسم الدارك الملكي اضمن بعد فالأسف ما شي كنزوق ولكن كتب انا والدي عصبني فاناللي دخلت علي رجال دارك ولكن من اللي تحكم خمس سنوات طلعت على المستارا القيادة العليا القيادة فيها السوفة والقيادة فيها الكلاب وعندنا كلبة واحدة ما نلوها اللي هي في الحراسة عند المرحوم حتى المركز الدارك الملكي والمنطقة كاملة بإسراء كتعرف هذي تبرد الله يرحموه كي يستوى يعني يا للأسف على الموت يا للأسف يا للأسف الله يرحم لك الوليد والله يطول في عمريك إن شاء الله مشاهدي قناة تشوف تذي كانت منه أن النداء دي لهذا الأب يوصل وحنا الحمد لله في دولة الحق والقانون وفي دولة المؤسسات كان بعض الناس الله يهديهم بعض الناس كي تقدر تكون عنده عدوة مع شي جيران مواطنين كي بشو شهدو شهدت الزور وكي يقولوا لي حاجة لي ما كيناش إحنا الحقيقة سمعناها من عند الأب كنتمنوا أن شجارتها هي تقول كلامها شكرا لكم وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله